السلام عليكم تلانيت السنة الخامسة ابتدائي كيف أنتم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في صحة وعافية نبدأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أسكى الصلاة وأسكى التسليم بسم الله إذن سوف نقوم اليوم بحل التمرين الثاني من كتاب الجغرافيا صفحة 28 هذا التمرين مهم جدا لأنه في أغلب الأحيان يستعين به الأساتداء ويوضعه سؤال من بين أسئلة الامتحان إذن نتمنى لكم حد ساعد في الامتحانات إن شاء الله إن شاء الله تجيبوا نتائج مرضية وتفرحوا وتكونوا سعداء إن شاء الله يا رب العالمين إذن أملأوا كل فراغ بالمعلومة المناسبة تقع الجزائر بين دائرة يعرض إذن الجزائر تقع بين دائرة يعرض 19 و37 شمالا هذه لازم تحفظوها يا أطفال هذه لازم نحفظوها شغل خلاص أكيد 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 نعرفوا موقع بلادنا إذن 19 و37 درجة شمالا وخطي طول عندنا خطي طول 9 غربا 9 درجات غربا 12 درجة شرقا 12 درجة شرقا 6 درجة شرقا 8 درجة شرقا 7 درجة Foreign أتمنى بالتباع حيث تماطينا عدار نتائج فالتلح قضاء ننظر يجلبي الم dét gorr اتجاه الشمال اتجاه الشمال الجنوب الشرق الغرب من الشمال البحر الابيض المتوسط من الشرق ليبيا وتونس ليبيا وتونس اتجاه البلدان اتجاه الفيديو السابق اتجاه الدول المغرب العربي اتجاه الخريطة اتجاه التمرين اتجاه رابط في اسفل القناة لدينا ليبيا وتونس هنا الجزائر من الشمال بحر الابيض المتوسط لدينا الشرق ليبيا وتونس لدينا الغرب المغرب الأقصى والسحارة الغربية لدينا الجنوب لدينا نيجر المالي وموريطانيا لدينا جدول لدينا لدينا التمرين لدينا البحر الابيض المتوسط من الجنوب لدينا نيجر لدينا نيجر لدينا لدينا البحر المالي لدينا الموريطانيا لدينا المغرب الاقصى و سحرة الغربية اشكركم على حسن اصغاء المتابعة ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو يفيدكم ويزيد الكمان بلوس ان شاء الله باش تنجحوا في الامتحان حفظا موفق ان شاء الله